تواصل مصر جهودها الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وأعادت التهدئة ووقف التصعيد في قطاع غزة جهود ومساعي تعكس أهمية القضية الفلسطينية وتصدرها أولويات الدبلوماسية المصرية لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف عربياً وإقليمياً ودولياً سعت مصر منذ عام 1948 وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبزل جهود سياسية لتكسيف مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات ومع العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومواجهة التحديات الماسلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية تزايد الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بالنسبة لمصر فبذلت القاهرة العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف ولحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الدور المصري القوي ظهر جلياً أمام العالم بعد نجاحها في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين في قطاع غزة وإسرائيل في عام 2021 فمنذ الرصاصة الأولى في هذا التصعيد لم تتوانى مصر لحظة في دعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ القطاع من الدمار فكان قرار وقف إطلاق النار بجهود دبلوماسية مصرية مكسفة على كافة الأصعيدة قبل إعلان مصر عن مبادرة لإعادة إعمار غزة بخمسمائة مليون دولار بمشاركة من الشركات المصرية وعلى صعيد الموقف من مدينة القدس المحتلة تجدد مصر دوماً التأكيد على موقفها السابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرد أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي المواجهة الراهنة لم تقف مصر مكتوفة الأيدي حيث تبحث حالياً مع المجتمع الدولي من خلال الاتصالات المكسفة سبل وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بتكسيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الجانبين وذلك خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة اشتركوا في القناة